طيب نهاردة كان فيه إنجاز رياضي تاريخي لمصر تاريخي لمصر الاتحاد المصري الخماسي الحديث بيحصد جائزة أفضل اتحاد على مستوى العالم وده شيء رائع جدا وشيء محترم جدا اتحاد المصري الخماسي الحديث اتحاد من الاتحادات المحترمة كان لسه منظم بطولة قريب كان بطولة مشرفة جدا وبالمناسبة خد جائزة أفضل تسويق أو أفضل البطولة تم تسويق بشكل جيد البطولة الماضية دايما فيه شغل محترم في اتحاد الخماسي الحديث دايما فيه أبطال عندنا في الخماسي الحديث حاجة مشرفة للغاية طيب معنا عبر الهاتف الآن المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية نبارك له على هذا الإنجاز العظيم من فرنسا يا فندم صباح الخير وكالعادة مشرف انت واتحادك العظيم جدا الاتحاد الخماسي الحديث الله يخليك أشكرك جدا و1000 موضوع لمصر طبعا من الإنجاز الإنجاز والحمد لله يعني بعد زمن طويل من محاولة رسول للقمة ونحن كنا قريبين منها الحقيقة في آخر مرة تمت هذه الجائزة في جمعان عومية إنما جينا التاني بعد روسيا حاليا الحمد لله نحصل جائزة الأفضل جائزة مستحقة لمصر حقيقة بكل من المخييس على مستوى كل البطولات كبار ناشئين شباب حاجة أكثر من رائعة الإنجاز مش بس في بطول الاتحاد على أفضل الاتحاد على مستوى العالم أو أفضل دولة على مستوى العالم حقيقة ده إسم الجائزة إنما كمان حصدنا أفضل لاعب ناشئ تحت 21 سنة وهو محمد الجندي أفضل لاعب على مستوى الشباب تحت 21 سنة وهو معتاز زوائل زي ما حقيقة قلت برضه أفضل بطولة تم تسويقها من موسم 2022 وكانت بطولة العالم الكبار المقامة بالأكاديمية العربية والنقل البحري صيف الماضي بالأسكندرية وأفضل بطولة عن مستوى الكبار في العموم وكانت كأس العالم الأول في مارس الماضي بالجمال الأمريكيين بالقاهرة خمس جوائز ست جوائز أسف مهمة جدا جدا لمصر من قبل 12 جائزة بيقدمهم للاتحاد الدولي فحاجة الحقيقة فخر كدير جدا وإن شاء الله الصعوبة بقى في أن نحن نتخافز على هذه المكانة للمصر إن شاء الله في السنوات القادمة إن شاء الله يا فنم إنجاز عظيم جدا بالمناسبة محمد الجندي على خطأ شاكيكو اللاعب الأولمبي الكبير أحمد الجندي على نفس الخطأ شكله ماشي طبعا طبعا محمد الجندي الحقيقة فاجئنا كلنا السنة اللي فاتت بمستوى أكثر من رائع وعوض غياب أحمد للإصابة الحقيقة وعمل عملية في الكثف أحمد رغم أنه هو رجع قبل بطلط العالم بإسبوعين فقط ويصمم أنه هو يكون جاهز ليلعب وأحرز المركز الخامس بطلط العالم لإكتبار أحمد إنما محمد وهو لازال ناشئ تحت 21 سنة بيحصد خطية العالم لإكتبار ماشي على خطأ أخوه بشكل كبير إن شاء الله إن شاء الله باريس 24 يكون بنفس بقوة عن ميدلات إن شاء الله إن شاء الله طيب بمناسبة باريس 24 بالنسبة للملف بتاعنا 2036 هل في تحركات في هذا الأمر؟ هل في خطوات جدية في هذا الأمر يا فنم؟ لا لسه لم يكن هناك أي تحرك كل التحركات اللي حصلت السنة دي كانت الدول اللي أعلنت عن رغبتها أو المدن اللي أعلنت عن رغبتها في إصطافة هذا الحدث الكبير إنما الملف يفتح ويبدأ الشغل للشاهد بتاعه بعد تكوين الهورسين كوميتي أو اللجنة الخاصة باللجنة الأولمبية الدولية اللي حتبص على هذه الملفات وده حيتم بإذن الله مباشرة بعد أولمبياد باريس 24 إن شاء الله المعندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ليا الخماسي الحديث الأمين العام لللجنة الأولمبية المصري أنا بشكر حالك شكرا جزايا على هذه المداخلة وبهني حضرتك على هذا الإنجاز العظيم فوز الاتحاد المصري للخماسي الحديث بأفضل اتحاد على مستوى العالم وزي ما هو وصف الجائزة هي أفضل دولة على مستوى العالم مصر حاجة مشرفة وحاجة عظيمة وحاجة رائعة جدا وأبطال عظيمة جدا في هذه اللي أبطى في مصر أحمد الجندي مدالي أولمبية محمد الجندي أفضل لعب صاعد كل حاجة رائعة رائعة إن شاء الله والأبطال جايين أكتر